إلى التفاصيل مجددا أهلا بكم شرعت دار المخطوطات العراقية في مهمة ترميم نصوص دينية تعود للقرن السابع عشر بدعم من خبرة أوروبية والتي تشمل التحويل الرقمي لمجموعتها من المخطوطات إضافة إلى ترميم كتب عمرها مئات سنوات فضلا عن مخطوطات ولوحات خط عربي تضررت بفعل الرطوبة والحشرات والاستخدام البشري على مدى قرون من الزمن ويقول مدير عام دار المخطوطات العراقية أحمد العلياوي أن بعض المخطوطات يصل عمرها إلى ألف عام ويشير إلى وجود مخطوطات باللغات العربية والفارسية والتركية والعبرية والكردية تمثل تنوعا ثقافيا هائلا فضلا عن الرقع الخطية واللوحات المكتوبة بأيدي كبار الخطاطين العرب والأجانب ويؤكد عاملون في ترميم المخطوطات أنهم يعملون منذ ثلاثة عوام والعمل لا يخلو من الخطر والصعوبة لأنه لا بد من المحافظة على المخطوط وعلى شكله الأثري ولا ينبغي أن يغير شكله ليبقى أطول فترة ممكنة نتحدث عن دار في خزانتها 47 ألف مخطوطة هذه المخطوطة مجموعة من المخطوطات باللغة العربية واللغة الفارسية والتركية والعبرية والكردية ومجموعة لغات تمثل تنوعا ثقافيا هائلا وكبيرا فضلا عن الرقع الخطية الرقع الخطية هي اللوحات المكتوبة بأيدي كبار الخطاطين العرب والأجانب لدينا مجموعة من الرقع الخطية التي تعود إلى القرن الأول للهجرة وهذه الرقع الخطية مكتوبة بالخط الكوفي القديم غير المنقط وهذه العلامات تشير إلى قدم هذا النوع من الكتابة وتشير إلى قدم الرقع هذه الخطية باعتبار أنها مكتوبة على الرق وليس على الورق يعني قبل صناعة الورق